دور الذي يمكن أن تلعبه مصر الوساطة المصرية الوساطة القطرية مع مثل هكذا مقترحات أمريكية وهي تعلم أن هذه المقترحات هي ليست مقترحات نهائية يعني لا تضع نقطة نهاية هذه الحرب يا سيدي هي ليست نهاية الحرب لأنه أنت في المرحلة الأولى حضرتك في هذا الإطار مثلما الحال بالنسبة لاتفاق لبنان إسرائيل لبنان إسرائيل ستين يوم غزة يطول شرحها بالنسبة للترتيبات الأمنية والسياسية ولن يكون هناك حل كامل أو صفقة كاملة إنما هي خطوات مرحلية تبنى عليها إسرائيل لن تقدم على حل نهائي لأنه طبعا هناك تلال من المشاكل حضرتك في غزة مش مجرد ترتيبات أمنية وسياسية لكنها طبعا مرتبطة بحكم القطاع إدارته من المسؤول عن الإدارة المدنية طبعا إسرائيل لن تنتظر هذا هي عينة حاكم مدني هي عينة جابة شركة إسرائيلية أمريكية لتوزيع المساعدات بتفتح دوريا المعابر بتتحرك على طول المعابر ممر نت سليم ممر صلاح الدين فيه إجراءات كثيرة كما تعلم حضرتك اتخذتها الحكومة الإسرائيلية وبالتالي بتبنى عليها في هذا التوقيت وبالتالي أعتقد أنه مقربة الحل الشامل لن تكون مطروحة إنما الآن الحديث عن حل مرحلة تدريجي لمحاولة إجراء بناء سقم وتأكيد كل طرف أنه انتصر رابح رابح ولا يوجد رابح خاصر في هذه المعادلة وهو ما يجري بالنسبة لإسرائيل ونجحت الحكومة الإسرائيل في تمريره بالنسبة لصفقة لبنان تريد الآن أن تقول أنها في غزة في نفس المكان لكن بالتأكيد إسرائيل تحسن شروط تفاوضها مع الأطراف المختلفة ومن المتوقع أن تكون هناك صفقة لوقف إطلاق النار حتى لو كانت مرحلية لمبادلة بعض المحتجزين بالأسرة خلال الأيام واضح من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات شكرا جزيلا لك